كيفو 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 الكيلو طفح والقلب من أعمالكم ضاق وانجرح كيفو كيفو يا معشر اليمين واليسار يقفي الوطن مهازل يكفيه استهتار لبنان ليس نعجة ليذبح على يدي جزار لبنان فردوس المحبة والتآخ وموطن الأبرار فيه الهلال يعانك الصليب كعناك الأم للطفل الحبيب كيفو كيفو فالداء في المفاصل يسري وفي العيون إن لم نكافح داءنا سيجلب المنون داء السياسة أقصد هل تفهمون الجنين العين لو كان في أحشاء يا جنين أحبه حتى العبادة وعرفت أو سككت أنه لعين لخمكته قبل الولادة لكي أريح بلادا أنا ما جننت وحق ربي لكني لا أرضى وهل أرضى بشخص جاء مني أن يعكر صفو أمني وأمني شعبي فلقد حفظته في الصغر ما قاله جدي إلي إن كان في وجودي ضرر أو خطر أكتليني ولا تندمي علي ما بالنا ما بالنا كالصخر صامتين كالموت جامدين والجنين اللعين ينمو ويكبر يهدد أمن البشر يزرع في البيوت الخطر أين الأياد الجامدة لتخمد أنفاسه الباردة قبل أن يولد نهج وحلف بين ساتور نهج وسكين حلف ضاع الوطن وارتفع الثمن هذا يريد ابنه أن يصبح وزير وإلا يال الهول سيصنع الكثير فقد يشن غار لتنجل الوزارة أو ينزل للشارع ببذلة المصارع أحوالنا من سيء لأسوأ تسير نخرج من ثقوبنا لنقع في البير أقسم يا أخوان بأن في لبنان شعبا قدير يقدر أن يرود الثران يقدر أن يرود الثران أرانب نحن هنا كالخيال نحن هنا قزلال نحن هنا كالأرانب تديرنا ثعالب لماذا لا نثور ثورتنا البيضاء لنهدم الكبور لنمحو البغضاء لنصرخ بوجه من يقول إننا تراب نداس في الصباح نذر في الغياب لنصرخ بوجهه كالرعد كالبركان بأننا زوابع وأننا نيران نمحو من الأوطان مزعزع الإيمان ونكتب بالدم في داك يا لبنان فخامة الرئيس لا أدري كيف أبدأ فخامة الرئيس هل بالكلام والسلام أم بكرع النوقيس لا أدري يا فخامة الرئيس وحش الهلاك بيننا نراه في أعيوننا نطعمه دون وجل نسكيه من جداول الأزل كد مللنا العيش يا فخامة الرئيس بين منبوذ وبين نابد بين مغمور وبين بارز بين سندان وبين مترقة في وطن مؤله يكاد أن يخنق في البرلمان حيث الكراسي مصففة مهففة منظفة حيث الضمير يحلم أقولها بأسف أتألم نحن في مجلسنا رب الشتائم يحكم أهل السياسة عندنا إن صح تعبيري يتقاضفون الشتائم يتلفزون دائما في حروف الكره والتحكير نحن أجل نحن مصادر الخطأ لأننا انتخبنا من مشى عليهم الزمن ودب فيهم الصدى بطوننا مهددة بالجوع والخور والداء في أمعائنا يرتع والصدر دواؤنا أغلى من المرجان والدرر من غيرك رئيسنا يبعد عن عيالنا الضرر اسأل البراد عن مواسم الطفاح عن جن الملاك والفلاح واسأل الكلوب عن تململ الجراح لتدرك في الحال كم نجني من الأرباح بلادنا فخامة الرئيس بحاجة إلى قديس لا يسمع في كل وقت لا ينظر في كل وقت لا يدري ما السياسة وما التسييس ترجمة نانسي قنقر